المحافظة الجنوبية وسمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وسمو للعهد حفظه الله ورعا حيث أن الأولوية دائما في جميع المشروعات لكل ما يخدم المواطن ويوفر له مقاومات الحياة الكريمة تضمنت الجولة زيارة مركز مدينة خليفة الصحي وموقع صالة الدور إضافة إلى الاطلاع على حالة الطرق والشوارع في قرية جو وما تشهده من أعمال سيانة وتطوير والتقى سموه بعدد من وجهاء وعيان مناطق عسكر وجو والدور واستمع منهم لعدد من الأراء والملاحظات التي تتعلق باحتياجاتهم من المرافق الخدمية والبنية التحتية أكد سموه أن جميع المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة تلبي تطلعات الأهالي بمواصفات من الجودة وتسهم في تقديم أرقى الخدمات التنموية للمواطنين نوه سموه إلى أن مشروع مركز مدينة خليفة الصحي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأهالي من خلال ما يشتمل عليه من مرافق وأجهزة طبية حديثة وأقسام متلوعة أشار سموه إلى أهمية مشروع إنشاء صالة أهالي الدور لما لها من أثر في تعزيز التواصل والتقارب الاجتماعي والذي يعد أحد السمات التي يتميز بها المجتمع البحريني عبر تاريخه الطويل أكد سمو محافظة المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على إنجاز أعمال سيانة وتطوير الطرق والشوارع بمختلف مناطق المحافظة بما يحقق الإنسيابية المرورية ويخفف على الأهالي العب في تحقيق متطلبات حياتهم اليومية شدد سموه على ضرورة أن يكون تنفيذ جميع هذه المشروعات وفق معطيات تضمن لها الاستدامة بما يعزز من تأثيرها في تلبية احتياجات المواطنين والتوجهات التنموية بالمحافظة في الحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر